وصل هاتفاً iPhone 16 Pro و Pro Max أخيراً هناك حماس كبير من محبي Apple لهذين الهاتفين لأنهم يعدون بالكثير يحتويان على شريحة جديدة تسمى A17 Pro هذه الشريحة قوية جداً وتجعل هذه الهواتف أفضل هواتف iPhone حتى الآن تعتبر شريحة A17 Pro مهمة جداً لعدة أسباب سنتحدث عن هذه الأسباب الآن تعتبر شريحة A17 Pro استثنائية إنها شريحة أبل الأكثر تطوراً تم تصنيعها بتقنية 32 نانومتر هذا يعني أنها صغيرة جداً لا تدع حجمها يخدعك فهذه الشريحة قوية جداً وتجعل هاتف iPhone 6 Pro و Pro Max سريعين للغاية تعتبر تقنية 3 نانومتر نقلة نوعية فهي تتيح وضع عدد أكبر من الترانزيستورات على الشريحة وعدد أكبر من الترانزيستورات يعني قوة أكبر كما تجعل هذه التقنية الشريحة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وهذا يعني عمر بطارية أطول تعد شريحة A11 Pro خطواً كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا الهواتف الذكية تعد شريحة A11 Pro أسرع بنسبة 5.100 من شريحة A11 Pro وهذه قفزة كبيرة في الأداء ستلاحظ الفرق عند استخدامك للهاتف سيتم فتح التطبيقات بشكل أسرع وستعمل الألعاب بسلاسة أكبر سيبدو الهاتف أكثر استجابة تضع شريحة A11 Pro معياراً جديداً لأداء الهواتف الذكية المحرك العصبي سداسي النوا قفزة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي هذا المحرك العصبي الجديد يعد من أقوى المحركات العصبية التي تم تطويرها حتى تلان ويحدث ثورة في كيفية تعامل الأجهزة مع الذكاء الاصطناعي تحتوي شريحة A11 Pro على محرك عصبي قوي هذا المحرك العصبي يمكن الهاتف من أداء مهام معقدة بسرعة وكفاءة عالية مما يجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وفعالية يحتوي هذا المحرك على 16 نوا وهو مخصص للذكاء الاصطناعي هذه النوا تعمل معاً لمعالجة البيانات بسرعة فائقة مما يتيح للهاتف تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر دقة يستخدم الذكاء الاصطناعي في العديد من الأشياء على آيفون من تحسين جودة الصور إلى تقديم اقتراحات ذكية الذكاء الاصطناعي يحسن كل جانب من جوانب استخدام الهاتف فهو يساعد في الصور والسيري والمزيد بفضل المحرك العصبي يمكن لسيري فهم الأوامر وتنفيذها بسرعة أكبر كما يمكن للتطبيقات الأخرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين أدائها يجعل المحرك العصبي سداسي النواة الذكاء الاصطناعي على آيفون أفضل بفضل هذا المحرك يمكن للهاتف تنفيذ مهام معقدة بسهولة مما يحسن تجربة المستخدم ويجعل الهاتف أكثر ذكاء وكفاءة إعادة التعريف التصوير الفوتوغرافي كيف تمكن شريحة أيها الناشر برو نظام الكاميرا المتقدم في آيفون بفضل هذه الشريحة أصبح التصوير الفوتوغرافي على الهواتف الذكية أكثر تطورا من أي وقت مضى يتميز هاتف آيفون ستاستر برو وبرو ماكس بكاميرات مذهلة هذه الكاميرات ليست فقط قوية بل هي أيضا ذكية بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي توفرها شريحة آيفون باشر برو وتعتبر شريحة آيفون باشر برو أحد الأسباب الرئيسية لذلك فهي تحتوي على معالج قوي يمكن الكاميرا من اتقاط صور عالية الجودة بسرعة فائقة فهي تعالج الصور بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى بفضل هذه الشريحة يمكن للمستخدمين تحرير الصور والفيديوهات بسرعة وسهولة مما يجعل تجربة التصوير أكثر سلاسة وهذا يعني أنه يمكنك اتقاط الصورة ومقاطع فيديو أفضل سواء كنت تلتقط لحظات عائلية أو مناظر الطبيعية خلابة فإن شريحة آيفون باشر برو تضمن لك الحصول على أفضل جودة ممكنة تطلق شريحة آيفون باشر برو العنان للإمكانات الكاملة لنظام كاميرا آيفون مع هذه الشريحة يمكنك استكشاف ميزات الكاميرا المتقدمة والاستفادة منها إلى أقصى حد مما يجعل كل صورة وكل فيديو تحفة فنية قوة متعددة الوسائط تأثير شريحة آيفون باشر برو على تسجيل الفيديو وتشغيله تعد شريحة آيفون باشر برو رائعة للوسائط المتعددة فيمكنها التعامل مع مهام الفيديو الأكثر تطلبا يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها باحترافية كما تحسن الشريحة أيضا من تشغيل الفيديو يمكنك مشاهدة الأفلام والبرامج بجودة مذهلة تجعل شريحة آيفون باشر برو من آيفون قوة متعددة الوسائط شريحة آيفون باشر برو في مواجهة شريحة آيفون باشر في هذا الفيديو سنستعرض الفروقات بين هاتين الشريحتين فهم الاختلافات في قدرات وحدة معالجة الرسومات والوسائط المتعددة يعد أمرا مهما عند اختيار الهاتف الذكي المناسب تعد شريحة آيفون باشر برو هي الشريحة الأفضل بفضل تقنيتها المتقدمة وأدائها العالي هناك أيضا شريحة آيفون باشر قياسية التي تعتبر خيارا جيدا ولكنها ليست بنفس قوة شريحة آيفون باشر برو تتميز شريحة آيفون باشر برو بوحدة معالجة رسومات أقوى مما يجعلها مثالية للألعاب والتطبيقات التي تطلب أداء رسوميا عاليا وحدة معالجة الرسومات هي المسؤولة عن الرسومات وتلعب دورا حيويا لتحسين تجربة المستخدمة وهذا يعني أن شريحة آيفون باشر برو أفضل للألعاب والمهام الأخرى التي تتطلب رسومات عالية مثل تحرير الفيديو وتشغيل الوسائط المتعددة كما تتمتع بقدرات أفضل للوسائط المتعددة مما يتيح تجربة مشاهدة وتشغيل وسائط أكثر سلاسة وجودة في النهاية يعتمد اختيار الشريحة المناسبة على احتياجاتك الشخصية إذا كنت تبحث عن أداء رسومي عالي وقدرات وسائط متعددة متقدمة فإن شريحة آيفين باشر برو هي الخيار الأمثل أما إذا كنت تحتاج إلى هاتف ذكي للاستخدام اليومي العادي فقد تكون شريحة آيفين مناشا القياسية كافية لتلبية احتياجاتك نأمل أن يكون هذا الفيديو قد ساعدك في فهم الفروقات بين شريحة آيفين باشر برو وشريحة آيفين مناشا وأن تكون قادرا على اتخاذ قرار مستنير عند اختيار هاتفك الذكي القادم كفاءة الطاقة وعمر البطارية مساهمة شريحة آيفين باشر برو في تعزيز تجربة المستخدم تعد شريحة آيفين باشر برو قوية كما أنها ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة ويرجع الفضل في ذلك إلى تقنية ثرين نانومتر ستحصل على عمر بطارية أطول مع هاتف آيفون ستاشر برو وبرو ماكس وهذا أمر مهم للمستخدمين الذين يستخدمون هواتفهم بكثرة لمحة عن المستقبل شريحة آيفون ستاشر برو كنقطة انطلاق للابتكار في الهواتف الذكية تعد شريحة آيفون ستاشر برو خطوة كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا الهواتف الذكية إنها تظهر ما يمكن تحقيقه بشرائح الهواتف الذكية يمكننا أن نتوقع المزيد من الأشياء المذهلة في المستقبل تدفع أبل حدود ما هو ممكن وشريحة آيفون ستاشر برو ليست سوى البداية الخلاصة شريحة آيفون ستاشر برو دليل على اتزام أبل بدفع حدود التكنولوجيا تعد شريحة آيفون ستاشر برو شريحة مذهلة إنها تجعل هاتفي آيفون ستاشر برو وبرو ماكس أقوى هواتف آيفون على الإطلاق إنها دليل على التزام أبل بالابتكار ستغير شريحة آيفون ستاشر برو طريقة استخدامنا لهواتفنا إنها مستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية